وده ما أنا هقوله لأول مرة مش حكش في المصدر بس هقول توقيتها إيه اللي حصل يوم 25 مارس أحد الاتحادات أو إحدى الاتحادات الإفريقية طلبت من الاتحاد الإفريقي تغيير موعد نهائي دورة أبطال إفريقيا وقدمت اقتراح أن نهاية دورة أبطال إفريقيا يكون في الأسبوع الأول من شهر 7 بدل 17-7 أو كاس الكونفيدرالية يكون في الأسبوع الأول من شهر 7 ونهاية دورة أبطال إفريقيا يكون 10-7 ليه؟ لأن أنت عندك غير الاتحاد المصري في اتحادين من القرى الإفريقية اتحاد جنوب إفريقيا والتحاد كوديفور موجودين في أولمبيات توكيو مش مصري بس أنا طبعا قلت إحدى الاتحادات فأنتوا بقى فسروا اتحاد جنوب إفريقيا أو اتحاد الكوديفور طلبوا هذا الطلب ولو على سبيل أو بشكل ودي من إدارة المسابقات طيب المعلومة جات لي وأنا وقتها فكرت وقلت طب الاتحاد المصري ما يخدش الخطوة دي ويختر الاتحاد الإفريقي بهذا الموضوع ما هو الأهل بإذن الله طالما مشارك في دورة أبطال إفريقيا إحنا من جوانا عندنا يقين أن الأهل على الأل بينافس لغاية المرحلة الأخيرة ممكن بقى حد تاني بيراهن أنه ممكن الأهل يخرج أو هو وجهة نظره الأهل ممكن ما يكملش طبعا أنا أتعيب ليه ونفسي ليه وأتكلم ليه ما خلاص كده كده إن شاء الله 17 سبعة المنتخبة يكون في توكيو فخلاص لعيبتها تكون موجودة سواء من الفريل أول أو حتى اللعيبة الأولمبية الموجودين في الأندية المصرية الطلب ده أو الاتصال ده تم مع إدارة المسابقات إدارة المسابقات اجتمعت لفكرة تغيير الموعد إلى أن تحدث بعض أعضاء المكتب التنفيذي وقالوا يا جماعة هذه الموعد تم الاتفاق عليها ما بين لجنة الأندية والمسابقات مع المكتب التنفيذي وتم تسكين هذه الموعد وطالما الدورة الأولمبية في توكيو ليست في الأجندة الدولية فلا هناك أي داعي لتغيير موعد 17 سبعة الأجندة في موعدها نهاية كاس الكونفيدرالية 10 سبعة في دولة محايدة 17 سبعة نهاية دورة أبطال إفريقيا وبالفعل أغلق الملف يوم 5 إبريل ولم يفتح مرة أخرى إلى أن وصل الأهلي إلى نهاية دورة أبطال إفريقيا وهنا بدأ اتحاد الكرة يتحرك في هذا الملف ولكنه تحرك متأخر جدا أتمنى الطلب اللي تقدم إن كنت يعني غير متأكد من إرسال خطاب رسمي لأن أنا بصراحة لسه متأكدتش من المسؤولين في الكاف إن فيه خطاب رسمي تبعت من الاتحاد المصري للكرة القدم وأنا في نفس الوقت بحب أبص على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عشان أتأكد إذا كان فيه خطاب رسمي تبعت ولما تبعتش فالتحاد الكرة ما أعلنش رسمي أنه بعت خطاب للاتحاد الإفريقي لكن أتمنى إذا كان فيه خطاب تبعت يتقدم المعاد طبقا لرؤية الاتحاد المصري وإن كان هناك صعوبة خمسين في المية خمسين في المية عموما بقرة آخر مهلة للكات إن شاء وغريب ويرسل القيمة وأتمنى إن المعاد يكون ينزمه عشان يختار القيمة اللي هتمثل مصري في أولمبياد تقلل في نهاية منتخب بلدنا ولما طلقت في 31 مارس اتكلمت أي أن كان منا هيتأهل بالمناسبة كان ممكن الزمانك يتأهل والأهل الحمد لله تأهل بس كنت بتكلم لصالح المنتخب ولصالح مصر في المقام الأول وده دورنا هنا إحنا بنتكلم لصالح بلدنا في المقام الأول منتخبنا الوطني وبلدنا هي في المقام الأول قبل كل شيء عموما المسؤول وقتها ما تحركش وحصلت الأزمة والمفروض فيه اتصالات مع الاتحاد الإفريقي طبقا لتصرحتهم مبارح أنا أجرت اتصالات مع المسؤولين في اتحاد جنوب إفريقيا وأكدوا لي ما فيش أي تنصيق مع الاتحاد المصري وما بعتوش أي فاكس للاتحاد الإفريقي أو أي إيميل بيطلبوا بتقديم المعاد أجرت اتصال بالمتحدث الإعلامي للنادي قايزر تشيفز الجنوب إفريقي وقال لي نفس الموضوع لم نطلب تقديم الموعد ولم نطلب أي شيء وهناك سبع حالات كورونا في الفريق ما كانوش موجودين في مباراة الوداد نأمل في شفاءهم سريعا ويلحقوا مباراة نهاية دورة أبطال إفريقيا يوم 17-7 فأنا بالمنطق فريق عنده حالات كورونا كتير وعنده عشر لعيبة المفروض بكرة آخر معاد أو آخر يوم في العقد بتاعهم مع النادي والنادي بيفكر في تقديد تجديد التعاقد معهم فنادي قايزر تشيفز يعني عنده مشكلتين تجديد عود عشر لعيبة وحالات كورونا بيأملوا في الشفاء أو يأملوا أن هم يكونوا جاهزين قبل ماتش 17-7 فمش من منطقي يطلبوا يقدموا الماتش لأنهم عايزين يأخروا في معاد الماتش فبالتالي لغاية اللحظة دي الأمر مش واضح بكرة آخر معادل الكابتن شوقي عشان يرسل القايم أتمنى أن يكون فيه استجابة لطلب اتحاد القورة المتأخر جدا ويساعد منتخب مصر لأن بصراحة أنا كنت أتمنى أن الاتحاد المصر ياخد الخطوة دي من شهر 3 اللي فات ووجهت وقلت معلوماتي لكن للأسف محدش بيتحرك ومحدش بيسمع الكلام وكل واحد ما تعرفش الملف اللي بيشتغل عليه إيه وما فيش وضوح مع الإعلام اشتركوا في القناة